غرائب عالم النحل هيا لنبدأ يعتبر زن النحل ناتج عن حركة أجنحتها السريعة فالنحل تحرك جناحيها بمقدار 200 مرة في الثانية النحل تطير بسرعة 15 ميل في الساعة وهذه سرعة عالية جدا بالنسبة لحجمها الصغير فالكة النحل تضع حوالي 2000 بيضة في اليوم الواحد وهذا يجعلها بالطبع تضع من مليون إلى 2 مليون بيضة طوال حياتها غداء ملكات النحل وإفراز ينتج من رأس النحل لإطعام اليرقات وتتعدى اليرقى لمدة 3 أيام على هذا الإفراز أما إذا كانت اليرقى ستصبح ملكة هي تتعدى على الإفراز لمدة أطول من 3 أيام تعتبر النحل هي الحشر الوحيدة التي تنتج طعام صالح للبشر 2 مليون زهرة هو ما يستهلكه النحل لإنتاج نصف كيلو من العسل والنحل طوال حياتها تنتج من 1 إلى 12 ملعقة عسل النحل يلدغ مرة واحدة في حياته ثم يموت بعد نوع بامبولبيز فهو يلدغ عدة مرات دون أن يترك إبرته في جسم من لدغه يوجد نوع من النحل يسمى النحل القاتل يطارد الفريسة في أسراب وقد تموت الفريسة من شدة اللدغات يوجد فصيلة من النحل تسمى النحل النجار يعيش منفردا على عكس باقي أنواع النحل واكتسب اسمه من قدرته على الحفر في الخشب ذكور النحل وظيفتها الوحيدة هي التناسل ويموت ذكر النحل بعد عملية تناسل واحدة لأنه يفقد معيدته بعد التناسل في النهاية أصدقائي ما رأيكم بهذه المعلومات حول النحل وأيضا أتمنى منكم أن تقترحوا معي ما هو الحيوان أو الحشرة التي تريدون أن نتحدث حولها والسلام اشتركوا في القناة